شكرا نحتاج 250 جرام فارينة مغربلة عندي زوج ملعقة عزيت عندي كيس تخميرة الحلوة عندي ملعقة صغيرة تعملح حسب كمية الفارينة اكيد عندي حبة بيض وماء بارد لباش نجمع بيه العجينة بارد عادي يعني من الحنفية ولا من البيدون ماشي من الثلاجة لباش نجمع بيه راح نمزج جميع المكونات مع بعض كي ما راكم تلاحظو درت الملح درت الخميرة والزيت نحاول اني نبسس الفارينة والزيت مع بعض كي ما راكم تشوفو راح نضيف شوية عماء ونضيف عليها حبة البيض باش ما تشكليش هذيك الكريات تاع الفارينة اللوحة مع الماء احسن من اني اللوحة وحدها قبل ونجمع راح تهزلكم كي ما راكم تشوفو حوالي ربع كاس تعماء ولا اقل حسب النوعيات تاع الفارينة لانو العجينة نحتاجوها متماسكة ما تكونش اطرية بزاف نعجنها كي ما راكم تشوفو نضلكها شوية نضلكها دليك خفيف ماشي هذك دليك لي تعب خاصة انو الفارينة كي ما تعرفو ماشي كي ما سميت ما تتعبش في دليك واذا راح تديري كمية اكبر من هكا ديريها في العجانة عادي هي يعني راهي ما تحتاجش العجانة بعد ملمها كي ما راكم تلاحظو دليكتها ما بخمس دقائق اقل من خمسة دقائق من بعد راح نقسمها لست اقسام ولا ست قيطة هنا اذا حبيتي تقسميها لثمانية باش تجيك اللابات ولا تجيك لطبقة رقيقة جدا اقسميها لثمانية انا كتفيت بست قيطة فقط ولا ست اقسام نشكلهم كوائرات كي ما راكم تلاحظو ونحطهم نخليهم يرتاحوا في حين نروح نوجد هذك الحشوة نغطيها نخليها على جنب من جهة راح نوجد الحشوة اللي هي عبارة عن دجاج كي ما راكم تلاحظو قطعتهم مكعبات صغيرة عندي حبة طماطم حبة طبصل وحبة ولجواتع فلفل حلو هنهاي الحشوة راح تديري انتية وش تفضلي وش تحبي راح نقص البصلة عادي كأنو راح ندير شكشوكا هنها ما عندكش لجاج للحم كتفي فقط بالشكشوكا وديري معاها جبن ولا فقط هكا الفلفل وطماطم برك راح نحط البصلة والجاج في مقلاء اللي كنت درت فيها شوية عزيت ونتبلها راح ندير شوية عموطار للدجاج والملح وفلفل اسود شوية زنجبيل اذا حبيتي الضيفي الكمون ضيفي لها راح يمدلها طعم مليح نحركها شوية ولا ديري شوستومات وتلوحيها عليها ديري كما تبغي الوقت اللي وجت الحشوة وحضرت لي الحشوة لاجينا نتعي ريحة كما يلزم يعني دات وقتها الكافي اللي تريح فيه دوركها راح نبدأ نحلها بالحلال كما راكم تلاحظوا ونعاون روحي بالنشاة تقدري ايضا تعاوني روحك بالفارينة لكن نشاة احسن واحسن كما راكم تشوفوا منيش نحل فيهم بزاف نحلهم شوية برك وبين كل طبقة وطبقة راح ندير لنشاة ما نكثرش نشاة العجينة هذي تشبه بزاف لباتافيلو تعال بقلاوة لكن هاد العجينة مالها ديرت ثلث طبقات وحدهم وثلث طبقات وحدهم يعني الطبقة السفلية والطبقة العلوية راح نحل كما راكم تلاحظوا نحلهم مع بعضهم هنا اذا ما ساعدتكش هاد الطريقة بيش تحليهم فيه ثلاثة مع بعضهم يعني اذا ما كيش متعودة ديري بقلاوات على باتافيلو حلي بالوحدة بالوحدة وتبعي الطريقة الموالية يعني في عوض انك تحليهم فيه ثلاثة مع بعض حلي بالوحدة وحطي هنا حاولي انك متكثريش بزاف النشاة ومتنقسيش باش ما يلسقوش في بعضهم واذا كثرتين نشافوا قولي يلزم فيه ما بعد راح تستطعمي وتسبني هذي كل بناة تعال النشاة نجيب بلاتو اللي راح نحط فيه ديري فيه اي بلاتو بغيتين دي ندهنو بخاليط تعال زبدة وسمن ونبدأ ننحي بالورقة كيماناكم تشوفو نفصل الورقات على بعضهم حطيت الورقة الاولى او العجينة الاولى اللي كنت فردتهم حليتهم مع بعض انا هنا نحاول نعدلها على شكل مربع وندهن بهذاك المزيج تعال الزبدة والزيت كيماناكم تشوفو الزبدة راني ذوبتها ومزجتها مع الزيت ندهن لكن ما ندهنش ما نكثرش بزاف اليدام بش ما تجيش مع مرة ايدام وتقهم وفي كل مرة راح نحط طبقات على العجين راح ندهنها بهذاك المزيج تعال الزبدة والزيت وكيمانا راكم تلاحظو هنايا راني نشكل فيها كما نحبنا هنا راح تشكليها كما تحبي انتي تحبي ديريهم حبات فردية تشكليهم كما بغيتي تحبي تحطيها كطبقات فوق بعضهم وهذا الوصفة يا لبنات هي وصفة تركية الاصل تحابوراك تركي لكن تغيري فيها كما تبغي تقدري ديري الحشوة كما درتها ناطع الكوكا راح تحصل على ذوق الكوكا وتجي تقرمش من براجي رائعة بعد ما كملت الثلث الطبقات الاولى اللي هي الطبقة السفلية حطيت عليها الحشوة كما راكم تشوفو قلت لكم تقدروا تتلعبوا بالحشوة على حسب ذوقكم وذوق افراد العائلتاكم درت جبن صندويتش تحبي تديري جبن مبشور تحبي تديري جبن ابيض كما تحبي انتيا كما تقدري تستغنائ عليه ونبدأ نعاود نحط الطبقات الثلاثة الاخيرة وفي كل مرة كالعادة راح ندهنو بهذاك المزيج تاع الزبدة والزيت احنا كما راكم تلاحظو راني ندهن غير خفيف مانيش نكثر في اليدام وستقوني يجي مرقة ومتجيش ميدما عكس ايذا كثرتي لها اليدام راح تجيب زاف ميدما وجي تكتر بهذاك الزيت بعد ما اكملت الثلث الطبقات الاخيرة كما كنتلاحظو راح نعدل الحواف راح ننحي هذاك الزيت تاع العاجين احنا ازاي تاع العاجين هذك ما كمش راح تطيشو راح تقدري تحليه تعاود يتحليه وتشكلي به حبات فرضية على الشكل اللي تحبيه وتفضليه كما تقدري تديريه في مول تاعت طيولات صغير وتعمريه وتجيك خبزة واحدة اخرى صغيرة راح نزيد ندهنها دهنة خفيفة فقط بهذاك المزيج ونزيد ندهنها بصافار تاع البيض هنا لازم ندهنو الوجه بالزيت اللي كنا نديرو فيه هو الزبدة قبل ما ندهنو الصافار باش يعطينا هذك القرمشة لانو اذا ما دهنتيهش بالزيت ما هوش راح يتجيك يتقرمش و راح تجيك كطرية نقسمها كما راكم تلاحظو قسمتها على ربعة من بعد كل ربع قسمته على ربعة احته هو هنا راح تقسمي كما تحبي تحبي ديريهم مقروضات كما بغي تديريهم ديريهم راح ندخلهم الفرن على درجة حرارة متوسطة هكا باش تطيب لي البرة والطيب لي الداخل ماشي لبرة تحمار والداخل تبقى لي نية وهي ليك الوصفة تعنا كما راكم تشوفو في شكلها النهائي تحمرت الداتة ذيك التحميره و جاتت تقرمش للذوق اللبنات ما نحكي لكم نخليكم تجربوا وتحكموا وحدكم لكن ملاحظة جد مهمة ما تكثروش انشا ما تكثروش ليدام وما تنقصوش بزاف باش تتحصلو على هذك الفيطاش ان شاء الله يكون اعجبكم اقتراح العشاء ولا الغداء لنا هاليوم تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم واكيد دائما في انتظار تطبيقاتكم وارأكم في التعليقات والى اللقاء في فيديوهات ووصفات قادمة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة